أصدر مجلس النواب بينا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث أكد أن مشروع القانون يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية أكد مجلس النواب أنه بموجب مشروع القانون الجديد أصبحت نيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوة الجنائية مشيرا إلى أنه اجتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان وأكد المجلس أنه لا يزال فاتحا أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون أو على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأكد مجلس التشريع أو المجلس أن التشريع ناتج عن عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع منوها في الوقت ذاته إلى استفادته من توصيات الحوار الوطني التي تتماشى مع تطلعات المجتمع والتحديات الحالية وكاشفا عن أنه يدرس حاليا بعض التوصيات الأخرى للحوار الوطني لضمها إلى القوانين الأخرى المتعلقة بها